السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة Zero Grammar مع مهند السلسلة اللي أنا عاملها للمبتدئين عشان نتعلم فيها قواعد اللغة الإنجليزية من البداية خالص بأسلوب سهل وبسيط ونصيحة مني عشان تفهم الحلقة دي كويس لازم تتفرج على الحلقات في السلسلة دي بالترتيب وأنا سيب لك سلسلة مترتبها في وصف الفيديو يلا بينا في الحلقة اللي فات تعرفنا إيه هي وفي الحلقة دي هنحل شوي التمارين مع بعض أكتر عشان نأكد على اللي احنا خدناه وما ننسهوش خالص في التمارين الأول مطلوب منك ترجمة كل الجمل اللي انت شايفها قدامك دي إلى اللغة العربية هتديك خمس سوائن عشان تفكر في كل جملة بعد كده هقولك على الترجمة الصحيحة الجملة الأولى الجملة دي ترجمتها هي أختي أو هي تكون أختي الجملة دي ترجمتها هي أختي she is my sister الجملة الثانية they love pizza الجملة ترجمتها هم يحبون البتزة أو هم بيحبوا البتزة الجملة الثالثة we are happy ترجمة الجملة دي إحنا سعداء أو إحنا مبسوطين الجملة الرابعة you are my kids الجملة ترجمتها أنتم أطفالي الجملة الخامسة he is a teacher الجملة ترجمتها هو معلم ونيجي للتمرين التاني وفي التمرين التاني مطلوب منك استخدام المناسب تعالوا ناخد أول واحدة مع بعض عشان نبقى فاهمين التمرين ده عايز مننا أي نشوف أول واحدة فادي فادي أند تامر لو إحنا شلنا فادي أند تامر هنحط بدلهم إيه؟ هنحط بدلهم they هم يبقى فادي أند تامر بيساوي they number two the dog لو شلنا the dog هنحط بدلهم إيه؟ it جميل اللي بعده my brother لو شلناها هنحط بدلها إيه؟ he اللي بعده the books الكتب جمع لو شلناهم هنحط بدلهم إيه؟ they هم الكتب اللي بعده my friends and I لو شلناهم هنحط بدلهم إيه؟ we اللي بعده you and علي انت وعلي يبقى هنحط بدلهم إيه؟ you انتم طيب you and I انت وي أنا لو شلنا الاتنين دول مع بعض هنحط بدلهم إيه؟ we احنا منطقة البساطة وخلي بالك في المثال ده من حاجة the books لما شلتها هنحط بدلها إيه؟ they ليه؟ عشان هم هنا جمع the books الكتب لكن لو أنا قلت لك the book الكتاب لو شلتوا هتحط بدلهم إيه؟ هتحط بدلهم it ممتع البساطة لأن it دي للمفرد أما they للجمع تعالوا نجيب حاجة كمان عشان نوضح المعلومة أكتر الصحة دي لو أنا قلت لك the the pen استخدام المناسب المناسب في كل جملة تعالوا نحل أول واحدة مع بعض leila is a doctor تعالوا نحل أول واحدة مع بعض leila is a doctor لو أنا هنا حبيت أشيل leila هحط بدلها إيه؟ she يبقى قول she is a doctor يبقى leila is a doctor هنشيل leila وحط بدلها she she is a doctor هنخش على الجملة اللي بعدها بعد كده هتديك خمس سوائن عشان تفكر في الإجابة بعد كده هقول لك عن الإجابة الصحيحة الجملة اللي بعدها the book is read هنا هنشيل the book ونحط بدلها إيه؟ it يبقى the book is read بقت it is read الجملة اللي بعدها my father is here هشيل my father وحط بدلها إيه؟ he يبقى he is here يبقى my father is here هتبقى he is here اللي بعدها mona and I are playing هنا هشيل mona and I وحط بدلها we we are playing mona and I are playing هتبقى we are playing الجملة الأخيرة the pens are on the table هنا هشيل the pens وحط بدلها إيه؟ they they are on the table يبقى the pens are on the table هتبقى they are on the table وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة لو عجبتك الحلقة ما تنساش لايك وكمنت وشير عشان ده بيساعدنا جدا 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 ولو حاببتدعم المحتوى ممكن تدعمه عن طريق thanks أو join الموجودين أسفل الفيديو كان معاكم مهند سعيد سلام عليكم